بسم الله الرحمن الرحيم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعرف مع بعض خطوة خطوة ازاي تطلع اه تأشيرة او فيزة دولة الامارات من موقع طيران اه الاتحاد. ويعني التقديم على الفيزة دي متاح للجميع سواء لو كنتم من الجزائر او من المغرب او من مصر. من السودان من اليمن من اي اه دولة. هنتعرف عليها ازاي اه تمشي الخطوات واحدة واحدة وازاي تملى الابليكيشن هنملاها مع بعض. لكن قبل ما نبتدي ما تنساش انك تدوس على لايك عشان الفيديو دي يوصل. لا اكبر عدد ممكن من المهتمين. وكمان اشترك في القناة. اولا عشان تدعمني. ثانيا عشان تتابع الفيديوهات اللي جاية. لو عندك اي استفسر او تعليق او اي حاجة عايز تستعلم عنها. اكتب هالي في الكومنتات تحت وهرد عليك خلال 24 ساعة. وما تنساش ان كل اليوم بنعمل لايف اسئلة والاجوبة. فابقى شاركنا فيه بكل اسئلتك. threatening مع بعض على موقع الاتحاد اللي هو اتحاد دوت كوم. وعايزين نخش بقى ايه a ah united arab emirates فيزا. ندخل بقى على على انه هندضغط على apply for you проo ai فيزا. المفوت انها هتظهر لنا بعد كده. آآ صفحة دي عالش انت بيحامل شوية. آآ تمام. في هنا بقى ايه انا عايز اقدم على اني فيزا توريست فيزا فيزا سياحية ولا فيزا سياحية مالتبل اللي هو ادخل واخره كزا مرة. ولا يعني بتختار بقى نوع الفيزا هنا في عندك مسلا سيرفرس فيزا. احنا هندخل على آآ فيه عندك اختيارين آآ تطلع فيزا ولا اتمد فيزا هنختار نطلع فيزا اشو فيزا بعد كده هو هينقلني على الصفحة دي. في الصفحة دي المفروض ان هو هيسألني شوية اسئلة انت هراح لمراض هتراح لابدو الزابي وهتوصل هناك من مطار ايه? مطار ابدو الزابي وبتختار المطار اللي انت هتوصل منه. وانا انا جاي من انين هقول مسلا جاي من الجزائر مسلا الجعية. اه او ده رقم الرحلة والرقم الرحلة هنا مش مطلوب ان انا اكتبه بس لو عايز تكتبه تكتبه يبقى احسن طبعا. اه ديت هكتب مسلا مختار هنا من التاريخ حول مسلا ان انا هاوصل في مسلا جناير والمسلا تمنتاشر مسلا. ومطلوب ان انا كتب انا اكتب الايميل بتاعي. او نكتب لهم هنا الايميل بتاعي. اخدو كده كوبي. اكتبو هنا تمام. كده انا كتب انا هاوصل فين? هو مفروض ان فيزا دي تلاتين يوم. فهو خلاص ما لم يتعسى في اليوم تمنتاشر. يبقى تمام هتغادر الامارات يوم ستاشر اتنين. ادوس بعد كده. لما بدخل هنا بقى ايه? بدخل بقى في الصفحة دي. ويه ببتدي املى البيانات بتاعتي. خلي بالك ان انت من هنا ممكن. فلو انت عايز وتمشي الكلام كله باللغة العربية بتدوس على عربي هنا عشان تسهل على نفسك. فانا غيرت اللغة هنا عشان خاطر ايه? يكون واضح بالنسبة للناس اللي يعني ما بتعرفش تعمل باللغة الانجليزية. اكتب اسمك ايه? علي علي مسلا. اه الاسم يكامل بالعربية علي علي. اه. لأ هم ما كتبينه. كتبو خلاص. الجنسية زي ما اتفانها لقونا نسلا ايه الجزائري. الجزائر. هنقوم هرا يا الجزائرية دي مخلطة الشعبية. الجنسية سابقة ما فيش. هنقول هنا ايه? ذكر. تاريخ الميلاد. مسلا هنقول مسلا. مسلا كام تم اي رقم. احنا بس بنيدي مسال هنا. بلد الميلاد الجزائر. الحالة الاجتماعية مسلا اعزب. كل واحد بقى بيكتبها البنات شخصية بتاعته. مكان الميلاد فين? الجيريا. مكان الميلاد العربية الجزائر. اهن كدبنا الجيريا مش مشكلة. اه اسم الام مسلا اي حاجة مسلا. اه اي حاجة فاطمة مسلا. اسم الام اه بالله والانجليزية. تمام? الحالة التعليمية مسلا نقول مسلا ايه? تعليم سنوي مسلا او انت تعليم سنوي. المهنة مسلا اه صنيعي. كهربائي مسلا. مسلا. تمام. كهربائي اضاءة مسلا. الديانة. الاسلام. فين الاسلام اه اول حاجة هون. تمام المذهب السني. ساب الزيارة مسلا السياحة. انا اصلا احنا مقدمين على فيز السياحة. معلوماتة بقى عن وزيق وصيقة الجواز. اه هي جواز صفر عادي. رقم الوثيقة بقى واحدة انت لا ترفع خمسة ستة مسلا. تاريخ صدرها. تمام هنقول مسلا صدرت كان في في عشرين مسلا اغسطس سبعة مسلا. تاريخ انتهاءها. هتنتهي مسلا في تمانية وعشرين مايو مسلا. مكان الاصدار بالانجليزية الجيريا. اه بلد اصدار الوثيقة الجزائر. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تمام مالينا بقى البيانات دي بتدوس على بعد كده على التالي. بعد كده التالي. ماشي وانا مالينا. تاريخ وانتاشر ماشي. تمام. قادم من الجزائر. طريبا عشان كنت اغيرت اللغة في حاجة تخبطت. تمام انا جمالية البيانات دي اخلاص هدوس التالي. بعد ما دوست التالي بعد كده دخلت بقى على العنوين. هعود فين مسلا في امارة ابو ظبي مسلا. في المدينة العين مسلا. البناء مش مشكلة. العنوان التفصيلي. اهل ده مطلوب. اه اي حاجة باللون الاحمر بيتبقى مطلوبة جدا. سبعة شارع العين الرئيسي مسلا. انا مش عارف فين. بس انت طبعا. رقم عشرين. رقم الهاتف. بتاعك انا ما عيش رقم هاتف في الامارات. رقم الهاتف السابق داخل الدولة. انت بتكتب بقى الهاتف مسلا بتاعك لو انت مسلا من الجزائر. يبقى الجزائر. بتكتب بقى الهاتف بتاعك. واحد نتراتة اربعة خمس ستة سبعة تمانية تسعة مسلا. البلد المقيم بيه خارج الدولة ما هو الجزائر. تمام. عنوان مقدم الطلب خارج الامارات. سبعة الجزائر. تمام. رقم الهاتف المتحرج الدائم. يا سيلي حرام عليك الجزائر. تمام. واحد نتراتة سبعة تمانية تسعة. عشر احداشر. لازم احداشر يعني. تمام. داخل دولة الامارات. طي ايه يعني يعني. واحد نتلاتة خمس ستة سبعة تمانية تسعة. رقم العنوان غير صحيح. الامارات العربية نشوف ايه رقم. زيرو. مشكلة المكان هنا. ندوس نكست كده مش هيرده طبعا ان انا ندوس نكست بغيير ان انا املا. الخانة دي. اين? هم? رقم الهاتف السابت. هو يقصد ايه رقافة للهاتف السابت. احنا ممكن نعملي ان يجي مسلا ايه فوندو في الامارات. هاتف السابت. ايه رقم الامارات. وناخد رقم التليفون بتاعه مثلا. مثلا نجوم امارات هاتف. نشوف رقم بتاعه كام. نعملي. نعايز نعايز في الامرات تمام هناخد بقية الامرات دولة الامرات العربية المتحدة بعد كده الرقم يبتدي باتنين كنترول سي اثنين ستة سبعة تسعة ستة سبعة تسعة تمام ممكن تاخد اي اهو دلوقتي لما جينا مسلا انهم دخلنا رقم اي اوتيل في الامرات فمسلا لو انت حاجز فندق معين تدخل الرقم بتاعه هنا وخلاص هو هيعدي لك المرحلة دي عدينا مرحلة هنا هتدوس بقى على التالي المرفقات بقى يرجى العلم بانه يتم الحصول على المرفقات التالية فانت مسلا محتاج ان انت ترفع ايه هنا محتاج انك ترفع صورة شخصية لك وصورة من الجواز السفر بتاعك فالصورة الشخصية مسلا اختار ملف مسلا من الديسكتوب ولي اي صورة مسلا اي صورة مسلا اختار الصورة دي مسلا اي حاجة وي اختار مسلا ملف اجباري ملف اي ملف اجباري طبعا لازم يكون ملف بصوت اه Pdf اختر اي ملف من الملف تلقي دي ما اللي عندي. اختر ايه? اختر ايه? اختر ايه? اختر ايه مسلا? انا عايز حاجة في اورا واحدة. اختر دي مسلا? عايز ملف ازهر? اختر له مسلا مسلا مسلا. مش هستطلع الباسفور بس ده مش مشكلة. مسلا يعني. ده صورة الباسفور. بعد كده هدوس على التالي. وبعد ما دوس على التالي. تم حفظ الطلب في المسودات اهو. تمام? بعد كده مراجعة الطلب ده بقى اللي بتراجع في بقى ايه? كل البيانات بتاعتك. عندك بقى كل البيانات بتاعتك. بتراجعها لو في اي حاجة عايز تعدلها بتدوس على تعديل هنا. تمام? وبعد كده بتدوس على التالي. وبعد كده بتدخل بقى مرحلة الرسوم. لو انت عايز تدخل الرسوم بتدوس بقى ايه على اغافق على الشروط والاحكام. وبتدخل هنا ببطاقة الاقتبال. مفروض بتدخل على اموال. فبتدخل بقى هنا ايه? انت عايز تدخل ايه? عايز ادوس على على دفع ادفع. او ما بدفع بدوس على ادفع. بتظهر لي بقى ايه الصفحة دي. هنا بتختار عايز تدخل بايه? بفيزا كارد ولا ماستر كارد. مسلا بتختار لو انت فيزا كارد بتضعطها. بتختارها. مستر كارد بتختاره. والمبنغ الاجمالي بيكون بما يعادل تلتمية واحد وستين دينار قطري. بتختار بتكتب الرقم بتاع الكارت. اه التاريخ الانتهاء. الرقم بتاع وبدوس بقى وبعد كده بيبعث لك كود على رقم التلفون بتاعك. بيتدخله. وبتتم عملية البيع. وبعد ما بتتم عملية البيع بتكون انت خلاص كده يا معلم. جاهز. اه يعني خلال باقي لو اتقبلت الفيزا بتاعتك. بيبعثوا لك على المل بتاعك باقي الفيزا بتاعتك. وبتكون جاهز ان انت تسافر على دولة الامارات. فاحنا كنا اه اه اتعلمنا خطوة خطوة ازاي نطلع اه فيزا دولة الامارات السياحية من على موقع طيران الاتحاد. اه لو في اي حاجة ما فيمتهاش او اي حاجة عايز تستعلم عنها اكتبها في الكومنتات وهرد عليه خلال 24 ساعة زي ما اتفقنا. واشوفك في الفيديو اللي غيري.